مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تدعي دولة قطر الالتزام بها وأشارت الرسالة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من ديسمبر 2020 الذي أوضح أنه لم يتم دخول المجال الجوي القطري وأن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخت دقة دائما لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى لفتة إلى أنه قد كان من الأولى لدولة قطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين منشدة الأمم المتحدة باتخاذ لازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحث دولة قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي وشددت مملكة البحرين على أنه على الرغم من الإدعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها دولة قطر جزافا لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف فإن مملكة البحرين في التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة ستواصل السعي جاهدة لإيجاد حلول سلمية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار وذلك حرصا منها على سلامة واستقرار المنطقة